نتحدث عن التزام سعودي، التزام عربي إسلامي، التزام أوروبي أيضا نتحدث عن دول اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية هذه الجهود اليوم الدبلوماسية ما الذي ستحدثه كاختراق دعنا نقول اليوم حقيقي في الدعم الدولي لفلسطين من ناحية الاعتراف بفلسطين كدولة من ناحية وقف هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة ومسألة تجويع الفلسطينيين سؤال في غاية الأهمية أخي المبارك بدون شك طبعا عندما نتحدث عن الجهود ومدى تأثيرها هناك عدة عوامل خلال هذه الأزمة وعدة أوراق تأثير هناك جهود سياسية والدبلوماسية وهناك جهود إعلامية أيضا ترافق هذه الجهود السياسية والإعلامية هذا ما سعت إليها المملكة لحشد موقف دولي ليس فقط عربي وإسلامي مؤثر بل موقف دولي وهنا بدأنا نلمس بعض التأثيرات ولو لاحظنا المباراة الأخيرة التي حصل ما حصل في أمستردام في هولندا هناك رأي عام بدأ يضغط في أوروبا وفي أمريكا على قضية ما يحصل في غزة وما يحصل في الأراضي المحتلة وبدأت تطفح القضية الفلسطينية بعد أن كانت ليست من الأولويات بعد أن أصبحت من الأولويات الآن في كل الدول وهذا بسبب الجهود التي تبذل من قبل المملكة العربية السعودية وأشقاءها في العالمين العربي والإسلامي هنا بدأ رأي عام دولي يتشكل وبدأ هذا الرأي يضغط على السياسيين وكذلك لو لاحظنا نتائج الانتخابات الأمريكية هناك بعض الأصوات التي تقول ما حصل في غزة ممكن أن يكون له تأثير على حظوظ الديمقراطيين طبعا هذا يمكن أحد العوامل البسيطة ولكن العامل المهم في الانتخابات هو الاقتصاد وما حصل في الاقتصاد والسياسة الدولية بالنسبة للإدارة الأمريكية إذن الجهود هذه يوم مع إدامة الزخم سيكون هناك تأثير التأثير كيف يأتي؟ الإدارة الجديدة الإدارة ترامب عندما تشعر أن هناك موقف موحد عربي إسلامي صادر عن قمة متابعة تبدأ تحسب حساب هذا الموقف ولذلك ممكن أن تضغط على الجانب الإسرائيلي بأن يوقف هذه الحرب الإبادة وتضغط على الحكومة الإسرائيلية بوقف طبق النار فتح المعابر للمساعدات بما أنها تملك الآن القرار بوجود كونغرس مساند للرئيس وعجز الرئيس بايدن أن يضغط على نتنياهو لو كان يريد وهنا الإرادة لها دور في البيت الأبيض الإرادة انتوفرت اليوم مع هذا التحرك العربي الإسلامي الواسع ما الذي يجب على المجتمع الدولي دكتور القيام به بشكل مختلف هذه المرة لتمكين حل الدولتين كخيار واقعي في ظل التحديات الحالية لأن مسألة عدم الاعتراف بدولة فلسطينية ساهم في إن صح التعبير في زيادة هذا العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين صحيح هو أكثر من عنه هو توحش يعني ما يحصل في غزة توحش أعتقد أن عندما نتحدث عن الموقف الدولي علينا أن نقف من هو الذي يصطدم به الموقف الدولي الموقف الدولي هنا الإدارة الأمريكية الموقف الأمريكي هو المهم ولذلك عندما تتجه الجهود إلى الإدارة الأمريكية لأننا نعرف أن إسرائيل تعتمد اعتماد كله على الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وهي من تحميها ما أستشعر به كرأي خاص بأن الإدارة الحالية إذا توفرت الإرادة وأرادت أن تضغط على الجانب الإسرائيلي تملك القوة بوجود رئيس مدعوم من الكونغرس وأيضا رئيس يتعرف الإسرائيل أنه إذا تحدث ينفذ قراره هذا خصوصا عندما يتكلم سأوقف كل أنواع الحروب سواء في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا هل تستطيع الإدارة الجديدة أن توظف خطابها خلال الحملة الانتخابية إلى أن يكون واقع من خلال إيقاف هذه الحروب ومن ثم الاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط على إسرائيل بشكل حقيقي الإدارة الأمريكية نظرتها إلى المنطقة ونظرتها إلى السياسة الدولية نظرت شراكات ونظرت صفقات وتريد الاستقرار والاقتصاد لذلك بدون استقرار في الشرق الأوسط وهذا الاستقرار لن يأتي إلا بحل القضية الفلسطينية حلا جذريا وهذا ما تنادي به المملكة العربية السعودية التي لها التأثير القوي على الإدارة الأمريكية الجديدة شكرا لك الدكتور في جامعة الملك السعود الدكتور علي دبكال الأعنزي على كل هذه الإضاحات شكرا لوجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا